صاحب جلال اعطان اطلاق دي لهاد البرنامج باش نمشيه مع الناس دي لعالم القاوي بالنسبة للشحل ونقص الامطار اللي كي لهاد سنة وفعلا منذ 1981 يعني يعني اكثر من 40 سنة معرفناش يعني قلة الامطار بهاد سنة ولكن ما زال نتمنى الله خير ونتمنى الله الامان يعني انه في مصر وفي ابريل تكون الزراعة ربيعية ويكون شوية ديالشتة ان شاء الله ولكن ما غادش نسنده وسيدنا نعطى تعليمات وعطى تعليمات مش فقط باش يكون برنامج ولكن قدلك الصندوق الحسن التاني باش يعطي 3 مليار لدعم العالم القاوي وهذا يعني شيء جد مهم وغاد يخلينا باش نديروا واحد برنامج برنامج فيه ثلاثة دين نقاط اولا دعم مباشر يعني باش للحفاظ على القدرة الشرائية وخصوصا الكسابة باش يبدو هي اقتنوا يعني الشعير ديالهم بواحد تمال لي هو مناسب ديالهم الساقيات النقاط ديال الماء يعني الحيوانات كذلك بيك يكون بحلقة الامطار كيكونوا امراض وهذه الامراض خصي المعالجة ديالهم خصي الفاكسان ديالهم 20 مليون ديال الغنب اللي غادي تفاكسينا يعني في هذا الالبريود وهذو كل هم برامج ديال الماء ديال النقاط ديال الماء ديال الساقيات ديال يعني الشعير ديال كذلك الاشجار المتمرة اللي هي دغاسات في البرامج البرامج ديال التضمن الفلاحات التضمنية اللي فات عامين وعنده بين عامين وخمس سنين تاي غادي نعطيوها المفهد للضروف اللي هي صعبة وكذلك برامج ديال ان شاء الله كان معنا اليوم الماء ديال العام ديال المامطار وبانه هادو كليساسيونز اللي كتساهم فيهم الدولة حيط واحد العدد دبابلي كيكون لاشيسخاش تقريبا كيكونوا الناس ساهموا يراب واحد ثلاثين درهم ولا خمسة وثلاثين درهم تقريبا ولكن كتاخد الاقل بعمية ديال الدرهم يعني في الهكتار الاشياء الله غادي يدى للسواذ لاتو هادي الاشكالي يدي بالقل الامطار ان شاء الله غادي تعطاه امكانيات هاديها بوحدة ها ماليار ومئتين مليون ديال الدرهم لغادي تشعف خزق ثلوت ديال الاراضي اللي تمآهية هاد يتخلص وواڭاته الفلاحي소리 ساهم من انه الناس اخذوا الكريدي ديال الكومبان باش يقدروا يشتغلوا والان بهذه العملية ان شاء الله عادي اولا نديروا لهم اعادة ديال الجدولة على حسب الامكانيات ديالهم لان اخصهم يرجعوا في سبتمبر في اوكتوبر يعني باش يعودوا يزاولوا النشاط ديالهم الفلاحي وكذلك تعتهم الامكانيات لمنجح شيء فالنباتات الخريفية الفلاحة الخريفية يمكن انجح فرابعية الى كانتشت ان شاء الله ونتمنى ويكون خير وما غادي يكون هيرو الخير ان شاء الله هاد السنة الفلاحية جات فيها الامطار يعني متأخرة وكذلك قلات الامطار فالعجز ديال التساقطات توصل تقريبا ناقص 67 بالنسبة 67% بالنسبة الوحدة السنة عادية وهذا الشيء اضطر يعني كثيرا على الغطاء النباتي بصفة عامة وخصوصا على الزراعات ديال الحبوب وكذلك على المراعي وهذا الشيء يعني كان عنده واحد تأثير على الماشية وعلى كذلك على الأشجار يعني المثمرة اللي هي تكدر في إطار الفلاحة التضامنية فسيدنا الله ينصروا وعطى التعليمات دياله الباريحة فاش حضرنا وحد يعني البرنامج ديال التدخل اللي هو عاجل واللي عنده ثلاثة ديال المحاور المحور الول هو يعني دعم مباشر للكسابة والفلاحة عبر وحد سبعة ديال يعني التدخلات واللي كتهم يعني إغاثة المشية فيما يخص الأعلاف المدعمة واللي هي اللي فيها الشاعير وفيها كذلك الأعلاف المركبة وكذلك توريد ديال القطيع وتتبع ديال الصحة ديال القطيع لا ديال الغنام ولا المعيز ولا الأبقار ولا يعني الجمال وكذلك يعني تدخل بالنسبة للأشجار اللي هي باقية في واحد يعني اللي باقي عندها عامين ولا ثلث سنين ولا أربع سنين واللي باقي ما وصلتش يعني باش تشد خصوصا في المناطق البورية وكذلك كان هناك واحد المحور ديال الأشغال الهيدروفلاحية الصغيرة واللي كتشغل يعني ليد العاملة واللي كتكون في المشاريع ديال الفلاحة التضامنية حتى كذلك يكون عندها واحد يعني التوسيع وواحد الدعم أكثر المحور الثاني كيخص يعني التأمين الفلاحي فاليوم يعني الكابيتال اللي مؤمن هو مليون هكتار واللي تقريبا واحد مليون مليار ديال الدرهم واللي على ممضى مشكورة غادي تتسرع يعني في العملية ديال التعويض ديال الفلاحة في المناطق اللي يعني للدرات ويعني تدريجيا على حسب يعني الوضعية والمحور الثالث هو تمويل من طرف المجموعة ديال القرى الفلاحي اللي عملات واحد المجهود كبير باش يكون يعني الغلاف المالي اللي مخصص لهذا السنة يكون الضعف يوصل واحد استاد المليار ديال الدرهم واللي غادي هم عدة يعني تدخلات وكذلك عدد الجدولة ديال يعني الليدات ديال الفلاحة اشتركوا في القناة